اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليوم جبت لكم واحد الوصفة بنينا بومبا اللي حابت تعرف على هذا الوصفة تتبع الفيديو للاخر هنا كما راكم تشوفوا اضطيت ملعق جوج ملعق كبار خليتهم يذوبون بعد اضفت ملعق كبيرة وحركتها ونضيف حوالي كاس حليب هنا ونخلط ملح ملح هكذا اضطيت كريمة ثم اضطيت شوية الملح وشوية عرص الحانوت وانتيالا عندك ثاني شوية على الفلفل كحل من الاحسن الدارة ودرت هنا سكر فجت شوية ثوم ثم اضطيت شوية الفورمج يعني داري الجبن اللي تحبه ولا اللي تغفر عندك وهنا قليت شوية على الجج وفتته وضفته وهكذا نحصل على هذا الخالد ثم هنا ملعقة حوالي ملعقة كبيرة ملعقة كبيرة يعني دارتها في الفارينة هكذا ثم بعد راح نكورها وهنا يدرت حبا بيض مع شوية الحليب والملح خلطهم ملح وبعد هذي كلي كورتها في الفارينة راح نغمسها في البيض هكذا ورح نقليهم في الزيت هنا يحطيت شوية زيت تسخن وحطيتهم بش يتقلوا ممكن تاني ما تقليوهم وحطيتهم في الثلاجة يعني شوية تغطيهم وتحطيتهم في الثلاجة حتى يجي هذي يعني وقت لا شوية بسكوها دوية تكلوها ككسخوني شوية كما هكم تشوفوا قلبتهم وراني راح نحيهم تشوفوا واحد القرماشة ها ياما واحد البنا دوزة نتمنى تستفادوا من هاد الوصفة وتنال اعجابكم ان شاء الله كنت تعجبوا الارساتين ها يوكين تسعجوا وتصفر حميس اتس اتس اي 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 انا راح ينتهربوا يلادعموني باشتراك لماذا لا تشتركوا في هذه القناة وديروا لي لايك لهذا الفيديو بارتاجوا بقناتي او ماكسيموم باشتكبر بكم حبيبتي ونتلقوا في الفيديو القادم ان شاء الله